اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ووفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين الغرب صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهر سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجى والتجى إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلا قصدتك يا أرضا أتاها الرضا قسر لنرحل بقلوبنا إلى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قصدتك يا أرضا أتاها الرضا قسر وذلك عن أمر الدعي له جهر لثمت ثراكي حينما بان بيرقون يرفرف من بعد على القبة النور حثثت ركابي حثثت ركابي قاصدا لرحاب ما ين أريد به ذخرا وأرجوه للأخرى السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزء حثثت ركابي قاصدا لرحاب من أريد به ذخرا وأرجوه للأخرى فلسنا ننال الخير إلا بفضلهم ولسنا ننال البر إلا ما آبهم طرا ولكنني مع ذو البكر عندهم فلم أك أحظى بالدنو له شبر يقولون زيارة الإمام الرضا عليه السلام أحيانا بعض يتقصد أيام الشتاء يقول ربما يعني أيام الشتاء نقدر نحصل مجال لنصل إلى ضريح الإمام الرضا عليه السلام وإذا يشوف الأمر كذلك يعني ما يوصل إلى الضريح وإذا بهم يتهافتون على الضريح تيمنا ويلامسون غباره المدفون ويقبلوه بلهفة إذ أنه يحوي الهدى والعلم والإيمان حثثت ركابي قاصدا لرحاب من أريد به ذخرا وأرجوه للأخرى فلسنا ننال الفاضل إلا بهم معا ولسنا ننال الخير إلا بهم طرا ولكنني معذول بكري عندهم فلم أك أحظى بالدنو له شبرا لكثرة منهم يحلقون بقبره يطوفون صفا واحدا لم أجد شبرا لكثرة منهم يحلقون بقبره يطوفون صفا واحدا لم أجد فترا يا وجدت حديثا في الزيارة مرسلا يقول بأن الزائرين له نزر ورد في الرواية غريب الغربة زواره نزر قليل بس وحشوف الآن يا الله بل وجدت حديثا في الزيارة مرسلا يقول بأن الزائرين له نزر فقلت له مولاي صح حديثكم وإني لما قد جاء عنكم له أقرى له أقرى وقلت لشخص جاء يبغي جواركم اللهم ارزخنا وقلت لشخص جاء يبغي جواركم وقد هجر الأوطان والأهل والوفراء يسمى شهابا وهو من أهل بلدتي ومن طاب حبا فيكم وزكى خبرا يا صاحبي هل قد سمعت حديث من يقول بأن في غربة لهم قبرا فقلت له مولاي صح حديثكم وإني لما قد جاء عنكم له أقرى يا صاحبي هل قد سمعت حديث من يقول بأن في غربة لهم قبرا فهل هو هذا القابر عاش بغربة أجاب ودمع العيين من جفنه أجرا لقد هجت أحزاني وأجريت مدمعي وأصبح قلبي للمدينة قد فرى قبور لهم في طيبة يهدمونها ومنها بها قبر إلى البضعة الزهرة يا 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 وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات بالحسرات بالحرقات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات يا طوس ضميت بدر من آل عدنا ما ينفزتي بقبرا وارتفع لك بالملشة يا طوس ضميت المفاخر والفضائل وبحفرتش علم الأواخر والأوائل صرت إلى بدر المصطفى تأهل المنازل بيتخبيت اختفى وظلم هوانا ورجلك وقالت ببن موسى الفقر كل جمعته وغصب علي بن الرجس قطع مهجته لكن بل تجهيز جسم ما تركته عتب على اللي برضها ضلوا بلكفا أخني أعشى بالوادي وارتحت يوم لفاني ولبيت دعوة سيدي بس ما دعاني وتحول التعظيم لجله من مكاني لا روعد قلبه ولا تحير له احصان وبكربل سبطن بتحير احصانه وامر بتطني بالخيم وانزل مكانه وبالغاضرية ذبحت جملة اخوانه سبعة وعشرة من بني عدنان شب شرف ولا اجتمعت علي خيله اعنه ولا سيف عند انسل ولا شرعت اسن ولا هضمت ولا منعت الماي عن وحسين برض الغاضري ينذبح عطشا اوالي اوالي من عقب موت ما سبيتهم خدراته ومن الخدر والصون ما طلعا بناته شافا بواجع ليه ما شافا شماته ويقول لطف العند للرض ضلف اوك تربر ويقول غاضري يكم طفيل بيهات عفا فوق التراب وكم بدار بها تكوار غارق بدم وكم يتيم بحبيل تنجار بين العدو كمراس لا حبراس الإسلام ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإليه أنيب ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتموه إمامنا الرضا عليه السلام البحث عنه له جوانب ولكن سنأخذ منه الجانب الاجتماعي ما هي الحالات التي الاجتماعية ما هي أخلاقه الاجتماعية صلوات الله عليه سيكون بحثنا أولا مع الناس ما هي كانت علاقته مع الناس ثانيا علاقته مع خدمه ومن يعمل عنده ثالثا علاقته مع ضيوفه رابعا علاقته مع أهل بيته خامسا علاقته مع أعدائه هذه خمس أمور طبعا سنمر عليها بما يتلاءم والوقت الجانب الأول علاقته بالناس علاقة الإمام الرضا بالناس الاجتماعية أولا يصفه المحققون والمؤرخون يقولون ما جفى أحدا خط أحدا خلتحت خط يعني سواء كان مسلم سواء كان غير مسلم سواء كان من أوليائه سواء كان من أعدائه سواء كان من المحسنين إليه سواء كان من المؤذين له ما جفى الجفى الجفى هو القطيعة والقطيعة على قسمين تارة تكون فعلية يعني يصير انفصال بين شخص وشخص وتارة تكون كلامية وربما الكلامية أفضع وأشد وأخطر وأخطر لأن الآن كثير من الخلافات الآن التي نراها في المجتمع أو نراها بين الدول كلها من الكلام ومبدأ الحرب الكلام ورد في الحديث أن كلم اللسان أشد من كلم السنان الكلم يعني الجرح رب كلمة تشعل فترة رب كلمة تفرق بين المرء وزوجه رب كلمة تفرق أسره رب كلمة تفرق أمه هم 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 ه يجرحك أكثر وأكثر حتى إسلامك أنت الآن هم مدينون نحن مدينون لهم في إسلامنا مع العلم نحن مجلمون بالبقى أولا ثانيا هذه البلد بلد إسلامية أيها المؤمن ماكو بلد مثل هاي البلد آمنت بالرسول صلى الله عليه وآله ولم يوجف عليها بخيل ولا ركام ما تحتاج لفاتح هذه ما احتاجت بزمان رسول الله يعني بعد بعد عشرة قرون نحتاج لفاتح يفتح البحرين ونخليهم وصيرهم مسلمين عجيبة هذه قطيعة للشعب قطيعة للناس قطيعة لمن قطيعة لمن لمن هذه الأرض التي هم أجدادهم أمهاتهم جدادهم هم الذين عمروا هذه البلد وتاليه يجيك واحد وافد غازي وإذا يقول إحنا لسويناكم مسلمين هذه كلمة قطيعة قطيعة هذه إمامنا الرضا سلام الله عليه ما جفى أحدا قط قط يعني مطلق المعلم الثاني في علاقته مع الناس سلام الله عليه كان إذا جلس مجلسا سلام الله عليه يوزع نظراته على الموجودين حتى لو أحد يشعر يقول هذا الإمام الرضا ما التفت إلي فتبقى في نفسه نفسيا يعني وهذه من شروط القائد القائد إذا خطب إذا قعدوا يناس لا يركز على جماعة ويترك جماعة هو صحيح قد يكون مثلا خطابة إلى الجماعة بس يعني حاول ما لا يوزع نظراته بين الجالسين حتى لا يشعروا بأنهم مهمشون مهمشون هذا في النظرات وفي الكلمات يجب أن يكون كذلك نعم المعلم الثالث في علاقته مع الناس سلام الله عليه أنه إذا جلس معهم متكأ أبدا لأن هذا خلاف الأدب يعني هذا بالنسبة إلى الناس العاديين فكيف بالقائد القائد ينظر كل حركة من حركاته كل نظرة من نظراته محسوب عليه محسوب على القائد فلهذا إمامنا ربما أحد يقول شنو إحنا إذا جلسنا فيما بيننا بعدين على قولة ذاك يسقط التكليف فيما بيننا لا بس ما يسقط ماذا الأدب الأدب ما يسقط بين الأحباب تسقط الأدب هذه مخاعدة صحيحة تسمو الأدب وإنما بعض الحدود إلا هي ماذا حدود يعني لا يخرج فيها الإنسان عن ماذا عن الشرع وعن العقل زين فليمزح المرء مع الإخواني لكن لا يؤدي إلى الأذية زين ما لم ما لم يؤذي أو يعصي الرحمن جل وعلا لا تأذي ولا تعصي الله لا تؤذي الطرف الآخر لا بقلب كلمة ولا بفعل ولا تعصي الله جل وعلا هكذا كان إمامنا سلام الله عليك أنا إذا جلس لا يتكئ حتى لو كان طفلا طفل مع ذلك الإمام منظور إليه غير الإنسان العادي بل هذا المعلم الثالث المعلم الرابع أن الإمام سلام الله عليه إذا خرج إلى لقاء الناس يخرج إليهم بأحسن لباس بأحسن زينة السموزينة يعني بحيث أن يتمتكلف لا بش لا يخرج إليهم إلا بلباس كامل متحيئ وهذا موجود عندنا حتى في الاستحبابات إذا أردت زيارة أخيك لا تروح لي بالثياب شوية متحول لا البس له أحسن ثيابك لأن المظهر يا أخي يسر المظهر يسر في إحدى لقاءاتي مع أحد المراجع رحمة الله عليه قلت لي سيدنا هاي قضية الحذاء الأصفر أو المداس الأصفر أكو عندنا بعض القذاء صفراء فاقع لونها وليش يعني هالتأكيد هذا قال يستحب أن يلبس الإنسان الحذاء الجميل قال لأنه يسر الصديق ويجعل العدو مغموما يغم العدو قال الصديق الصديق العدو إذا نظر إذا نظر إلى ما ينظر إليك في وجهك ينظر إلى ماذا ينظر إلى حذائك ويستحب له ماذا أن يكون يلبس شيء يلبس شيء جميل في الظاهر يعني لأن الصديق ينظر إليك وجهاً لوجه فيفرح الصديق ويغم العدو نعم قد واحد يقول هؤلاء زخاد سلام الله عليه شلو يعني يلبس الجبة جبة الخج ولكنه في الصيف يجلس على الحصير سلام الله عليه ويلبس المسح تحت جبة الخج هذا الإيمان والرضا لكن إذا خرج إلى الجماعة طلع عليهم بجبة الخج سلام الله عليه وهمز يا أخي الزهد مو هذا الزهد مو بالثياب الرث لا يغرنك من المرء لباس رقعه أو قميص فوق كعب الساق منه رفعه اعطيه الدرهم تعرف غيه من ورعه أذكر فيه قبل لا تصير هاليد الثورة أدخل في بعض الإدارات هنا في البحرين وأكو ناس لا بشين للنص شديد طالعوا الكعب الكعب ما لطالع شفت واحد همسوني من جماعة قال ما عليك مننا هذا شديد ما عليك مننا هذا لباسه اعطيه الدرهم تعرف غيه من ورعه لا يغرنك لباس رقعه أو قميص لا يغرنك منه قميص رقعه أو لباس فوق كعب الساق منه رفعه الإمام يسأل سلام الله على الزهد شنو قال الزهد أن لا يملكك شيء ما يملك شيء لا مال لا زوجة لا جمال لا منصب لا 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 الشيخ النراقي رحمة الله يعني ما دامنا مريت اكو عنده كتاب ندرس احنا في كتاب الأخلاق في الحوزة الشيخ عبد الحسين تذكر جامع السعادات جامع السعادات أربعة أجزاء ندرسه في الحوزة لكتاب أخلاق فسمح أحدهم أحد الزخات يسمونه سمع بأن الشيخ النراقي ها كاتب كتاب في الأخلاق وفي الزود قال أنا باروح زورة رحزة رحزة دخل عليه وإذا لباس جميل لطيف عباية ممتازة ما دخل عليه في المجلس وإذا مجلس جميل كذا يشتقبل بيه الضيوف قال شنو كاتب كتاب جامع السعادات وكتاب في الأخلاق والزهد وهو أصلا وله زاهد الزهد الزهد اللول يحملون فتشي شايفينه ها يخلون فيه اللي يسمونه يخلون فيه الأشياء ما لهم طعام كذا الأدوية بعض الشيء كذا يخلونه فيه تلك اللي يحملونه وياه هذا كان حامل وياه الصفرطاس مالا اللول يسمونها قال ليه الشيخ خلينا نطلع بره شوي عرف قصده خلينا نطلع وعلى ونسي الصفرطاس مالا في البيت إلى أن وصلوا إلى المحل قال أنا برجع يا شجر لماذا ترجع قال الصفرطاس مالي رجلنا شيتها في بيتكم تبين هذا مشكين مملوك لهذا الصفرطاس وهو يقول أنه زاهد قال لي يا شيخ يا فلان يا زاهد شوف احنا شفت بيتنا قال شفت لباسي قال شفت الطعام اللي قدمت إليك قال إحنا إذا كانت الدنيا بخير إحنا وياها إذا ضيقت علينا ما يهمنا إحنا إذا فاتت من عدنا ما يهمنا ما يملكنا شيء في هذا الوجود إلا الله جل وعلا هذا الزاهد الحقيقي أن لا يملكك شيء مو أن لا تملك شيء لا تملك شيء إلا ولهذا دخل سفيان والثوري فقيه معروف هذا من الفقهاء الذين لا مذهب له يعني مذهب من طفر فراء الإمام الرضا عليه السلام لابسا للجبة قال لي ها أنت ابن رسول الله وجدك علي وجدك علي كان يلبس القميس بدرهم ماذا شنه وكان لا يأكل إلا الجشب ولا يلبس إلا الخشن وانت لابس لك جبة قال إن جدي علي بن أبي طالب كان ذلك يلبس ذلك في زمان لا يحسن فيه يعني يحسن فيها اللباس لأن الناس كلهم فقراء أو أكثرهم فقراء بعد والي والوالي عليه أنهى أن يقدر نفسه بضعفة الناس لألا يتبيغ بالفقير فقره أما إذا أقبلت الدنيا فأولى بها أخيارها لو أشرارها أولى بها أخيارها نعم المعلم الأخير في علاقته مع الناس أنه كان يخرج إلى الناس فيقضي حوائجهم وخصوصا المحرومين والمصطلع وكان يخرج على دابكه سلام الله عليه ليقضي حوائج الناس كما ورد في الرواية يقول حتى صاروا لك الأعمام يعني حبوني لأنه الإنسان يملك بالإحسان يا إخواني عجبتم من يملك العبيد بالأثمان ولا يملك الأحرار بالإحسان الجانب الثاني علاقته بمن بغلمانه بالعمال اللمع أولا كان يحادثهم ويسارهم يعني المعلم الثاني أنه سلام الله عليه إذا نصب المائدة دعا لها كل من حوله من عمال ولهذا يقول رجل من أهل بلخ يقول كنت مع الإمام الرضا سلام الله عليه فأحضرت المائدة فأخذ ينادي بواب فضل سائس هو الذي يصلح الخير يا سائس يا فلان يا طباخ يلا تعالوا اجتبعوا فإن السفرة المائدة قد نصبت يقول أنا قلت لي سيدي ومولاي تجمع عليك هؤلاء بواب وسائس وطباخ ومده لماذا لا تجعل لهم مائدة سفرة واحدة بوحدهم وانتسعوا لك سفرة التفت إليه الإمام وعطاه درس قل لي يا أهل بلخ يا صاحب بلخ إن الرب واحد الله الله وإن الأب واحد وهو آدم وإن الأم واحدة وهي حواء ويجمعنا خير الأديان وهو دين الإسلام وإنما الجزاء بالأعمال شلون يعني موعب يا أخي كلمة قصيرة لكن جمعت كل معالم الأهل المعلم الثالث في علاقته مع عماله ينادي فلان قال أو فلان ترى مشغول عنده حاجة قال دعوه خلوا على راحته إلى أن يخطي حاجته فلان والله مشغول بأكل ياكل قال دعوه حتى يكمل ولما يسمع هذا يقوم يسمع الإباء قال أول أكمل حاجتك أكمل أكلك بعد ذلك تعال فكان مثالا لرب العمل الذي يحترم عماله ولهذا يشتغلون بصدق لما يشوف العام الرب العمل يحترمه ويعطيه قيمة إنسانية يشتغل بصدق أما إذا لا بصير عليه ديكتاتور أه ما كنت ويش بصير حتى لو ملك البلوك بعد ديكتاتور لابد أنها يحصل له واحد خالق ملك البلوك والملك الأعظم وملك أفريقيا وملك مادروين والراحة كلهم مشاق على كل الجانب الجانب الثالث علاقته مع الضيوف شلون علاقته مع الضيوف أولا يروي لنا أحمد بن محمد بن نصر البزنطي هذا من أجلة أصحاب الإمام سلام الله عليه كما يروي صاحب العيون الأخبار الرضا يقول كان أحيانا يبعث بدابته ليجلب ضيفه والأول ما ما أكو بعد وسائل يجلب لها يوصل دابة حتى يجيب الضيق إلى بيته اثنين كان لا يستخدم ضيفه يقول جاءه رجل فتغير السراج في الليل والسراج الأول وإش غير فتيلة فتيلة وإذا الفتيلة شوية صار بها خلاص تنطفي فقام الضيف ليصلح السراج فقام الإمام مسرعا وأصلحه ثم قال نحن قوم لا نستخدم أضيافنا بعد من معالم علاقته مع الضيف سلام الله عليه يقول أحمد بن نصر يقول جئناه في مهمة بالليل طبعاً باعتبار هؤلاء المقربون للإمام سلام الله علي عدهم قضا مسائل وعدهم قضايا يقولون إلى أن بقينا إلى بعد منتصف الليل التفت إلينا الإمام قال الليلة ما تطلعون الليلة ما بيتكم عدنا زين استجبنا للإمام يقول وإذا بالإمام بنفسه قام وفرش لأنها فرش الفرش إلها وجاء لنا بمخدة مروية من مرو وبكساء قياصري منها قياصري يعني روسي وبوسادة طبرية إلى طبرستان هاي الموجودة في إيران قل ثم يقول قال يلا نام وأخذ الكساء وفرش الكساء وغطانا بالكساء ثم قال بيتكم الله في عافية بيتكم الله في عافية علاقته مع أهل بيته بعد هذه هي هي الأسس الأساس الجانب الرابع كان عليه السلام يتفقد أهل بيته في ثلاثة أحوال في حال الأكل في حال النوم في حال اليقظة استيقاظ فيوقظهم في الوقت الموجود بما ما يتعلق بالسلاة ويتفقدهم عند النوم يمكنناك الصفل يمكنناك صمرأة وإن راحت وإذا نصبت الماعدة تفقد أهله صغيرا وكبيرا يقول نادر الخادم كان يلتفت لم إلى الجميع أول ما يجي إلى أهلي يشوف ثم يأتي إلينا ليتفقد الجانب الخامس صلى الله عليه وسلم على جاء علاقته مع أعدائه يطول الحديث عن هذا الكلام لأن علاقته وي المأمون خاصة علاقته وي الذين يحقدون على الإمام هم علاقة خاصة موقفه من ذاك القائد الذي أرسله الرشيد إلى الإغارة على بيوت الطالبين سمون محمد الجلود هذا اللعيم هذا الشوى هذا أمره الرشيد أن يقبض على محمد بن جعفر قائم بثورة فإذا قبض عليه يقطع راسا ثم يرسل راسا إلى عاصمة الخلافة بغداد ثم يغير على دور الطالبين ويركز على دار الإمام الرضا سلام الله فأقبل تغلب على محمد بن جعفر فأخذ رأشه وأرسله إلى عاصمة الخلافة بغداد ثم أغار على دور الطالبيين فلم يبق بيت إلا أغار عليه وسلبه إلى أن وصل إلى دار الإمام الرضا سلام الله عليه استقبله الإمام الرضا في الدهليز الدهليز هو الممر إلى داخل الحجر البيت الأول يسمون الدهليز فاستوقفه الإمام قال له ماذا تريد قال والله أنا مأمور بأن أسلب بناتها العلويات والطالبيات من كل ما عليه ولا أبقي عليهن إلا ثوق قال أنا أأتيك بالسلب جاءه بالسلب ورح ودارت الأيام يا أخي إنما الدنيا عواري والعواري مستردة شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة شدة شوف الآن ملك الملوك وتاليه يصعبون سحاب مصعيح مصعيح العام الماضي مرسي يقول كل عام أنتو طيبين يوم عاشرة يبارك لهم يقول لهم كل عام أنتو طيبين الله الله فرحان بعاشرة يعني بقتل الحسين يلا نخلى كل عام أنتو طيبين وها في السجل إنما الدنيا عواري والعواري مستردة شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة وإذا يا جلودي وينك يا جلودي لتغير على دور الطالبين خذوكم كبل بالحديث وأدخلوه على الإمام وأدخلوه على المأمون يوم ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام الأعلام ترفرف على الإمام والحرس من كل جانب والأهازيج والأناشيد والخطباء والشعراء لما دخل هذا الجلودي ارتعد زاد خوفه شعف الإمام الرضا بتجنب الإمام وقال أوه انتهى يا الله يقولون الإمام سلام الله عليه ما لإلى المأمون قال له هب لي هذا الشيخ الشيخ يعني الشاي هب لي هذا الشيخ قال لم أما علمت ما فعل بكم يا أبا الحسن قال لنا عمعنا قال ولكن أهل بيت لا نزيد على المذنب لنا إلا عفوا وكرم ضن الجلودي بأن الإمام يحرّض على قتله فرفع عقيرته قائلا يا أمير المؤمنين يا مأمون أقسم بالله وبخدمتي لأبيك الرشيد لا تسمع فيي مقالة الرضا فضحك المأمون وقال أقسمت ونحن نبر خذوا شوفوا شلونها النماذج العالية ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسار وإننا نعف عن العان الأسير ونصفح فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح وظل الإمام سلام الله أربع سنوات هي ما أكثر من أربع سنوات في خراسة بس يا أخي خراسان أصبح لها إشف عالي خراسان أصبحت خيرات خراسان أصبحت يا أخيها موئل للقلوب خراسان ولهذا اليوم الكل ضج على الإمام سلام الله عليه لا صغير لا كبير لا مرأة لا رجل الكل ينادي وإماما هذا الإمام الرؤوف هذا الإمام المحسين هذا الإمام الخلوق وإذا به يا إخواني يموت مسموما في دار غربه سلام الله عليك يا مولاي يا أبا محمد يا أبا الحشن يا علي ابن موش الرضا السلام على الإمام المشموم السلام على الإمام الغريب السلام على الإمام المكروب ورد في الرواية أن عندنا إمامين مكروبين ما قصدهما مغموم إلا فرج الله غم أو مكروب إلا أزال الله كرب منهما أولهما إمامنا الحشين غريب كربلا وثاني هما إمامنا عليهم بنموش الرضا في هذا اليوم تسمع الضجات من كل مكان واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل لجلب محم اتهتها لجلب محم اتهدد يا عرش عيا خلق عرش الجلي والأحلام الشود منشورة ومدامعهم تشيل اهتزت السبع العلي وبالأرض صار انقلاق اوالي 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 قام شبل يغش لا والدمع من عان هماء يعني الامام الجواد حضار نعم حضار ما الذي ادخلك والباب مغلق قال ان الذي جاء بي من المدينة الى خراسان هو الذي ادخل من انت قال انا امامك الجواد قل رأيت واذا به يقبل الى الامام يودع الامام الغريب يودعه ابنه الوحيد ينادي في امان الله في دعا الله ثم فاضت نفسه الشريف وقام في تجهيزه الله جاءه ماء ببركتي هذا الامام قام شبل اغسل سلاح والدمع من عان هماه مدد على المغتسل والماء جاه من السم لكن بالطفوف حسين جد تغسل فاض الدم اوالي اوالي ثم ذهب وغاب وين الامام واذا به رجع الى المدين بقدرة الله استقبله عمه وين انت ايها اين انت يا ولدي قال الان رجعت من دفن والدين اذا هيجت لعاتي بن خير البرية قل لعلي من امرت ننصب عزي يقولون الاول عدهم عادة اذا في مصيبة ينادي رئيس العشير يقول اصنعوا لنا طعاما لان عدنا مصيبة هذا اقبل الى عم قال لعم عم عم يصنعوا لنا طعاما لماذا قال عدنا ما تم على اية مصيبة ان مصائبنا لا تحصى ولا تعدنا دهيجت لعاتي بن خير البرية قل لي علي من امر تنصب عزي يبني مصايبنا عظيمة شي بالشاب نبش على ظلعين مكسورة ورى الباب لولا الجنين اللي تعفر فوق الاعتاب لقود جدنا اللي دهان بكل رزي لو ضربت المحراب نبشي ياضي العين لولا جلع من الحسن لون بشي على حسين لولا لاجساد اللي بقت من غير تكفين لولا الحريم اللي اتسمت خارجي نمصب المات ما تقل ليا فجيعة للين دب احظام على صدر رضيعة لولا الامام اللي نشر مذهب الشيعة جعفر من المنصور قاس كل بلي مات حصي ابني مصايب نهب تعداد الله يمسجون امتلت شبان وولاد بالامس خيض الرمية بجسر بغدايات بين الاعاد جنازة ظلت رمية لون بشي ابني للذي ماتوا بالحبوس راح اول بين الملل هلأ معين ارموس يا نور عيني لول فالك خوار من طوس ليكون ابوك صعب يا بالمني اول حنو جذب حسرا او زفر زفر شديد وقال لي يا ابو يا عم حلتي مصيب جذب ويرض المامون سواها مكيد قطع مهشتة وزلزلي السبع العلي مسمو ما تبدار غرب غرب ما حضرت يا ليتكم يا أولاد أبو طالب أبو طالب نظرت وياليت وياليت شلت جنازة وقبرة وقبرة حفرت محل الأهل حال النعاش تمشي سوي قضى قضى غريب خراسان بغصته نفس الفدا لغريب في خراسانا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم نحن المضطرون نسألك بحق المضطر صاحب العصر والزمان وبآبائه الطيبين الطاهرين وبثامن الأئمة الطاهرين إمام الرضا إلا ما كشفت هذه الغمة عن هذه الأمة نصرت مظلوميها أهلكت ظالميها حققت سؤلها ومطالبها فرشت عن أحرارها وحرائرها أرجعت مغتربيها ومفصوليها معززين مكرمين شفيت برضى ومجروحيها حفظت جماعتي الحاضرين سامعات وسامعين تقبلت منا ومنكم ومن القائمين على هذا الشرف العظيم إلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح علمائنا خصوصا إلى الشيخ الجمري في ذكراه وإلى خطبائنا خصوصا إلى الشيخ الباقري في ذكراه وإلى شوادائنا شوادائ البحرين وشوادائ الإسلام وإلى الصالحين والمؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على النبي وآله الطاهرين آمين 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 ترجمة نانسي قنقر